أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد 34.654 فلسطينياً وإصابت 77.908 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر الماضي وذكرت السلطات الصحية في غزة أنه لا يزال هناك الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات فيما لا تستطيع تواقم الأسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر بحق العائلات في القطاع أصفرت عن استشهاد 32 مواطناً وإصابة 41 آخرين خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية قال رئيسه هيئة مقاومة القدار والاستطان مؤيد شعبان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1242 اعتداء خلال شهر أبريل الماضي أوضح شعبان أن اعتداءات المستوطنين تركزت في محافظة نبلس بواقع 118 اعتداء وفي محافظة رامالة ب83 ومحافظة الخليل ب34 اعتداء ترجمة نانسي قنقر